شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن مشاهدينا في كل مكان مساء الخير أهلا بحضراتكم معانا وموعدكم في اللقاء المتجدد مع خيرة أبناء هذا الوطن علماء من بلدي نلتقى اليوم شخصية بحثية ابتكارية متميزة حيث قام باستنباط مجموعة من المبتكرات الصنفية من سلالات وهجم جديدة أحدثت طفرة في الإنتاجية وجودة الإنتاج بدأ حياته العلمية ملتحقا بكلية الزراعة كفر الشيخ جمع التنطة استطاع أن يحصل على لقب باحث الأرز المتميز بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في عام 2004 يعتبر من أبرز مربي الأرز ويؤسس برنامج تربية وإنتاج تقاوي الأرز الهجين في مصر ويترقص البرنامج القومي للأرز شرفنا الحضور النهاردة الأستاذ الدكتور حمدي فتوح الموافي رئيس بحوث معهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية ورئيس البرنامج القومي للأرز وعضو اللجنة الاستشارية الدولية للبحوث والبحوث الأرز بالمناطق المعتدل أهلا بحراتك معنا دكتور حمدي أهلا بحضرك منورنا ومشرفنا النهاردة الله يخليك أولا بنرحب بوجودك وتمييزك في هذا المجال في مجالات العلم والحياة والمحاصيل الحقلية خاصة محصول الأرز وهذا المحصول اللي إحنا نقدر نقول ده غزاء نص سكان العالم فوائد الأرز العلمية الاقتصادية والزراعية خلينا ناخد فاصل في بداية حوارنا مع حضرتك ونبدأ مع كلامنا في هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر دكتور حمدي يعني لو إحنا قلنا في البداية فوائد الأرز العلمية والاقتصادية والزراعية بالتأكيد ليه فوائد كبيرة جدا أولا أن نشاكر لهذا اللقاء اللقاء العلم شكرا هذا اللقاء المفيد جدا لصالح الوطن لأن في مصر علماء بزلوا جهده على مدار سنوات أن يعتبر الرز من المحاصيل الاستراتيجية المهمة زي وزي أي محصول زي الأمح والذراع الثلاث محاصيل الاستراتيجية بشكله أهمية كبيرة جدا والتقدم اللقاء حصل فيه واللي لعبنا دور كبير جدا فيه من بداية التمانينات لحد دلوقتي أدى إلى تغير في الفايدة اللقاء عمت على البلد من النحية الاقتصادية والعلمية وكل النواحي المتعلقة بأهمية هذه المحاصيل لكن أنا بختار الرز وبختار المحصول أنا لما بدأت حياتي العلمية وأنا طالب بدئها وأنا طالب مع أسدتي في كلية الزراعة في كفر الشيخ جامعة طنطة في كل محصول تعلمت فيه بدأت حياتي مع التخصص في المحاصيل الحقلية كل أستاذ المحاصيل في محصول معين عملت معاه عملت في القط عملت في الأمح عملت في الشعير ولكن استقرت على الأرز كان ليه مغزى بقى في تفكير حضرتك طبعا لأنني لقيت أن الرز ده أولا محصول مهم جدا من النحية الغذائية نصف فكان العالم بيعتمدوا عليه في الغذاء في جنوب شرق آسيا محصول للفقراء ومحصول للأغنية رز موسوعة كبيرة والقدرة على التحسين فيه ممتدة إن كنتي إزاي المحصول ده كان عندنا إحنا بدئينه في سنة 1917 كتحسين ولكن بدأنا بأصناف ضعيفة أولا رز دخل مصر في سنة 600 ميلادية والبداية الحقيقة في 1917 بدأنا نطور في مصلحة الزراعة لكن في التلاتينات دخل الرز كان الرز الفلبيني اللي بدأ في مصر كان الرز طويل الحبة في البداية لكن دخلت بعد كده الأصناف اليابانية وأصناف كانت بتيجي ونعمل لها انتخاب عادي كده وكانت الطرق بداية لسه في البداية يعني إحنا في الأساس بتاعنا كان طويل الحبة كان طويل الحبة لكن إيه لما دخلنا الرز أو لما رز قصير الحبة الياباني دخل مصر هو الاستهوى الشعب المصريين وتفوق فيه إلى أن وصل أن الرز قصير الحبة بتاعنا ده بقى هو الأساس وبقى هو واحتل لمكانة مرموقة عالميا بس مع تطور بعد ما اشتغلنا في مجال تربيط واصطنباط الأصناف المصرية والتميز فيها اللي خلتنا نقبع على رأس دول العالم في وحدة انتاجية المساحة وبقى يطلق عليه الرز المصري الرز المصري اللي هو الجابونكا طيب الحباله وصيارة والأماليوز بتاعه كذا والرز على فكرة الواحد بيفتكر لما كنت باستطرف بعض العلماء وكانوا بيجوا عندي السكن من برة من فلبين أو من الهند أو من اليابان ويجوا ويجوا يكلوا الرز اللي هو المعمر المصري اللي هو المعمر اللي هو بيبقى لهم مزاق عندهم مختلف تماماً لكن اللي أنا عاوز أقوله إن إحنا ما كانش عندنا أصناف بالمعنى اللي هي تقدر تحقق الإنتاجية العالية لكن بدأنا من التمنات وغيرنا كنت من الأعضاء المؤسسين مع فريق عملاق كان بيرقصه عالم الرز الكبير للأستاذ الدكتور محمد سيد البلال وبدأ رحلة تطوير الأصناف في مصر وتأسيس مركز بحوص الرز بسخة علشان يغير الإنتاجية والنوعية اللي موجودة أنا طبعاً مش عايزة الوقت ياخدنا وعايزة يعني أسرد وأقول إنجازات حضرتك ومع الأسئلة طبعاً في ملامح سريعة بنذكر فيها الأستاذ الدكتور حمدي فتوح الموافي بكر اليوس علوم زراعية محاصيل كلية الزراعة كفر الشيخ جامع الطنطة سنة 83 الماجستير كان في تربية الأرز عام 88 دكتوراء الفلسفة في العلوم الزراعية تربية الأرز تعاون علم مشترك كلية الزراعة كفر الشيخ جامع الطنطة ومعهد بحوص الأرز الدولي سنة 94 تدرج وظيفياً من أخصائي أرز ومساعد باحث ثم باحث مساعد فباحث وباحث أول فرئيس بحوص في يناير 2007 ترقص برنامج الأرز القومي عام 2008 وعمل رئيس لقسم بحوص الأرز في 2010 وتولى وكالة معهد بحوص الحاصلات الحقلية للبحوص في 2012 تمام البحث والعالم المتميز بالدكتور حمدي الموافي المحاصيل الحقلية كفرع من فروع العلوم الزراعية واعتباره نوع من أنواع الفنون التطبيقية وده طبعاً لاعتماده على دقة إجراء العمليات الزراعية أولاً ناخد فكرة عن بداية التخصص وبعد كده والتمهيد للطريق إلى مجال تربية الأرز الحقيقة أنا اخترت في تخصص أننا نشتغل في مجال المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية هي اللي بتمثل السلة المهمة للغذاء في عالم كل المحاصيل الحقلية الأساسية زي محاصيل الحبوب الاستراتيجية زي الأمح، الضراع، الشعير، الرز، المحاصيل بقولية، الفول، العكس، الألياف محاصيل الألياف، محاصيل الزيوت كل المحاصيل الحقلية ديت هي اللي بتسمى الأهمية التراتيجية المهمة جداً سواء سلة غذاء أو كساء أو تعرفها الزيت تعرفها الكلام ده كله فعلشان كده اخترت هذا المجال عن قناعة وتفوقت فيه لحد ما كنت على رأس المتخرجين من قسم المحاصيل باقتدار وتعلمت على أيد أسد عظام وكانوا متميزين ولذلك اكتسبت منهم الخبرات التطبيقية لو اتجهت اتجهت يعني كان دامي لاتجاه الأكاديمي لكن أنا اخترت الاتجاه التطبيقي والاتجاه الابتكاري علشان أقدر أبتكر وأصناف وأبتكر طرق وأقدر أوصل لتحديث محصول روز المصر صحيح كان طبعاً فيه تعاون علم مشترك، كلية الزراعة، كفر الشيخ، جامعة طنطة ومأحد بحوث الأرزق الدولي بالفلبين وتأثيره كان على اتجهاتكم البحثين الحقيقة بالنسبة لرسالة الدكتوراه لما جيت أشتغلها احنا اتحت لها الفرصة أن أنا سجلت الدكتوراه في 88 سنة 92 أتحت لي الفرصة أن يكون فيه يعني أن أنا أسافر معهد الرزق الدولي وأن أنا أحاول أعمل الشغل بتاع رسالة من ناحية العملية اللي هو خاص، كنت موضوعي خاص باستمدار أو تربية لأصناف المتحملة للملوحة الطربة وخصوصاً أننا عندنا مشكلة في مصر في ملوحة الطربة إن معظم الأراضي اللي بتزرع الرزق وكانت الفلبين عندها حل للجزئية الفلبين ده معهد الرزق الدولي اللي بيجمح كل علماء العالم المتخصصين في مجال الرزق إنه هم بيجي منه العمالقة بتوع الرزق في العالم من كل الجنسيات علشان يتدربوا ويتعلموا فيه كان قبلة العلماء وفيه المعامل وفيه الإمكانيات المتطورة وكانت بتدعمه كل الدول في العالم بحيث أنه هو فنضي كبير جداً بيقدر يوفر الإمكانيات أن أنا أقدر أوصل في شغلي ودرستي للنتيجة المرجوة بسهولة وبيسر علشان أقدر أحقق نجاح ويندرج تحته النجاح التطبيقي وليس النجاح الأكاديمي يعني المشكلة إن ما يبقاش رسائل بتاعت الدكتوراه مجرد يعني إيه بحوص ملهاش قيمة تطبيقية مجرد بحوص غير قبلة التطبيق لأ من رسائل من رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه عندي طلع منها أصناف وسلالات وهذه الأصناف وسلالات احتلت مكانة في البلد وقدرت تسهم في النجاح اللي حصل في محصول الرز ده إحنا كان عندنا في سنة 84 كارثة في الرز وحصل كارثة كبيرة أدت إلى إن ما كانش فيه محصول أما نتحول في التسعينات وفي الألفية أنا بقولت لستك إن تم تكرمنا في مرحلة معايلة نتيجة إن إحنا وصلنا لسقف الإنتاجية العالية وقدرنا نستنبط مجموعة من الأصناف الحديثة اللي تستطيع أن هي تاخد مصر لمكانة مرموقة وتحقق أعلى إنتاجية على مستوى العالم في وحدة المساحة يعني الإنتاجية دي كتب أربعة طن للفدان كنا بننتج اتنين واربعة من عشر طن بقينا بننتج أربعة طن للفدان فده كان أول نجاح تحققه مصر ويحقق لها دخل قومي كويس جدا من محصول الأرض بالإضافة للاكتفاء الزاتي أن يتحقق الاكتفاء الزاتي في محصول الأرض وأن نتحول من مستوردين إلى مصدرين لحد سنة 2010 نقلة نوعية كبيرة جدا وده اللي تحقق في محصول الأرض اللي يخلينا نقول أن دي رسالة للباحثين أن هما ما يكتفوش فقط بأن هما يعملوا بحث علمي لا لازم البحث مع التطبيق أنا عاوزة يعني كن أجد من يساعدني على أن يتحمل هذه الظروف والقصوى بتاعة اللي بعيشها العلماء في الوصول إلى النتائج دي دي مش سهلة ما هي سهلة الأولاد بيتحملوا جزء الكبير من السورية بس وصلت رسالة وما زلت حضرت كبيراتي بتوصلها أني الشباب دلوقتي مش هو الهدف أن أنا أخذ رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه وأنا ما طبقتش حاجة على قرض الواقع أو البشرية ما استفلتش حاجة من رسالاتي أنا أنا ما طلبتش لجائزة ولا طلبت أي حاجة ولكن أنا بقولك أما أشارك في أكثر من 20 صنف يتم إنجازهم منهم صنف تم إنجازه بطريقة مختلفة تاني بشكل أفضل مساحة سوبر 300 يشكل 20% من مساحة رفض المزوعة هذا العام وأنا بشوفه بابا فرحان رغم الإحباط اللي في الأول والكلام ده لكن حينما ينجح بالمزارع وحينما تجد النتيجة التطبيقية موجودة على أرض الواقع و20% وأطر من مليار وبيدخل داخل الدولة والمزارع فرحان أما مزارع يتصل بقول أنا مفصول جدا أنا بدعي لك أنا كذا بحس إن صمرت الجهد العلمي الشاق اللي موجود في بلدنا حسطا خصوصا أنا اشتركت مع علماء كبار من أكبر علماء العالم يوال لونج بنج في الصين أنا اتعاوننا معاه علماء في الفلبين في الهند في اليابان أنا زرت الصين 15 مرة أول وزرت الهند وزرت اليابان حالات كثيرة الحقيقة خلينا ننتقل للجزئية تاني ونقول التعاون الدولي بقى بين الجماعات والمعهد والمراكز البحثية والمؤسسات الدولية ونقل وضوطين التكنولوجيا الحديثة منحة أخرى في الفلبين كانت سنة 92 وتاني دارس في مصر في معهد بحوث الأرز الدولي تعددت المنح العلمية في مسارة حضرتك في مجال زراعة الأنسجة وزراعة الأنسجة والحاجة اللي هي الموتوك انتاج التقاوي هو أنا عاوز أقول لسياتك بالنسبة كان طبعا طلع موضة وقتها التكنولوجيا الحيوية سنة 92 أنا سافرت لفلبين لحضور تاني دورة تقام في العالم في طبعا حضرها زميل قبلي من الرز برضو عالم محترم أنا كنت تاني واحد أحضر هذه الدورة في التدريب على التقنية الحيوية أو استخدام التكنولوجيا الحيوية اللي هو زراعة الأنسجة وزراعة الموتوك والكلام ده كله وأهميتها وأستخدمها تطبيقية أنا بس أنا لازل توضيحي كلمة الموتوك يعني الموتوك دي هي الأعضاء المذكرة بتاعة نبات الرز اللي هي الأزدية الأزدية دي تتزرع يعني احنا مفروض ان احنا بنزرع بالبزرة لا ده بنيجي عند التزهير بناخد الموتوك دي ونزرعها على بيئة اللي هي التكنولوجيا الحيوية أو زراعة الأنسجة فايدتها هي بعيدة عن التعديل الجيني أو الحاجات اللي هي لا ده هي عبارة عن انك انت بتستغلي الحاجة دي علشان تأثري فترة النمو لان احنا علشان نحصل على صمت كنا بنقعد حوال عشر سنين يعني لكن دي تقدري تحصلي على الأصناف بترسل وقت والحقيقة دي تفادتني انا مش شغلتي اصلا ترادشنل يعني تقليدي ولكن استغل هذه التقنيات والتعليم اللي انا تعلمته في الحصول على حاجة دي فادتني بعد كده في الحصول سجلت اول مرة سلالة عقيمة الزكر لانتاج الهجن بعشرة كيلو اللي هي بتجي تمانية وتلاتين دي اول واحد ينتج هذا النوع بعد العلماء الصينيين في مصر وتعتبر تسجيل ابتكاري متميز في مصر وبدأت تدخل في حيث الانتاج لانتاج هجن نستطيع بها التغلب على نظرة المية في المستقبل ونستطيع تغيير الطريق التقليد للغرض بقول لستك احنا هو مشوار طويل تمام خلينا نقول منحة علمية للصين عملت يعني حضرتك اكتسبت فيها تقنية زراعة الانسجة للنقل الجيني بصفة حضرتك عضو اللجنة الاستشارية الفنية للغرض التابعة للشبكة الدولية للتقييم الجيني بالتأكيد هناك سلبيات وإيجابيات للتعديل الجيني في مجال الانسجة والحقيقة احنا الحتة العضوية أو حاجة اسمها الانجر اللي هي ساتك ذكرتها دي فهي عبارة عن عضوية دولية فعلماء دوليين وكنت بصفتي كنت رئيس قسم الحصو الرزل أو رئيس البرنامج القاوم للرزل فكنت عضو في اللجنة الاستشارية الدولية فأكتر من حاجات دي فكنا بنتشاور دوليا في أماكن مختلفة من العالم في الصين في الفلبين علشان نحط الأسس اللي بيمشي عليها الدول المنتجة للرزل والاستراتيجيات بعيدة المدى في الحاجات دي فهكنا بنشوف سواء مدى استخدام التكنولوجيا الحوية أو التكنولوجيا الحوية أو الزراعة الأنسجة أو التعديل الجيني أو الحاجات دي كلها فكنا بنتشاور علميا لكن اللي بنستفيد منه في مصر إيه التعاون فالحقيقة إحنا أظهرنا من خلال التعاون ده ندخل حاجة في مصر اسمها السوبر ريس أو الرز السوبر الرز السوبر ده نقلة نوعية تانية نبات غير تقليدي والنيوب لان طيب التركيب النباتي الحمد لله كان ليه الشرف إني مع مجموعة من العلماء مع مجموعة من الشباب مع الفريق مع الناس اللي موجودة قدرت أدخل التركيب النباتي المتميز للرز بعد الصين إن إحنا في مصر إن شاء الله بدأنا بسخة سوبر 300 بالسلالات العقيمة الزكر اللي قلت لستك عليها فديت حققت معنا إنتاج تطبيقي وبدأنا إن شاء الله أنا سجلت حوالي تسع تركيب صنفية جديدة سواء الرز الصبر أو البسماتي أو الحاجات ديت كلها ديت أصبحت مسجلة وستك فيه أصلا شهادات آه طبعا اللي هي بتعترف بالكلام ده كله إن التسع تركيب اللي موجودة ديت تم آه اسم الصنف النباتي سفا سوبر 300 آه والبي تجي بعده الحاجات دي كلها أكتر تسع تركيب يعني الحقيقة آه واحدة من تسع حاجات آه تم تسجيلها في مصر آه وإن شاء الله يتم التجاوم على أنها تفتح آه مجالات كتيرة للعمل البحسي التطبيقي وتحقيق انتاجية متميزة في مصر تمام آه يعني عايز أقول لل يعني يعني نصيحة للمواطن المصري إيه النوعية الأرز اللي نقدر نقول عليها لما يشوفها يقول ده نوع رز جيد ده نوع رز ممتاز آه مش بالأسامي ومش بالأسامي اللي هي الفخمة اللي احنا بدايما بنسمع يعني إيه شكل الحبة اللي يقدر المواطن قولها لده نوع جيد بص بقى أسابتك بالنسبة للرز المصري مم الجهد اللي بوزل فيه رز متميد آه من قصر الحبة الشفافية بتاعت الحبة يعني الحبة تكون قصيرة قصيرة آه بنفس الشكل اللي انت شايفها حباية قصيرة آه شفاف الأميلوز بتاعها حاجة اسمها الأميلوز آه عبارة عن نسبته بتبقى متوسطة آه أقضي قليلة ما بتبقاش عالية يعني كل مرة حبة تكون شفافة ده الرز يكون ده أفضل والكواليتي الجودة بتاعتها عالية من ناحية الأكل والطه آه على حسب الرغبة واختلفت على فكرة الحاجات دي تكون لها دلوقتي بقى عندنا الأصناف بتاعتنا متميزة كلها بتبقى أعلى سعر موجود في العالم مقابل ليه رز كاليفورنيا هو رز المصري الرز المصري الجابونكا طيب اللي هو الطراز الياباني ده اللي عندنا الحاجة التانية إن بقى عندنا نوعات تانية مختلفة دلوقتي علىها إقبال زي الرز البسماتي آه طبعا الرز البسماتي وليه مواصفات برضو يا دكتور طبعا أنا عاوز أقول له ساتك بالوقتي الفن في الرز بقى فن تربية متنوعة لو أنت عاوز تنتجي لصفات غذائية متميزة يعني بالنسبة للفتمينات بالنسبة للتواجد عناصر معينة البوتاسيا من الكلام ده كله بقى دلوقتي الشغل في الرز على الجودة شغل راقي جدا وعالي بحيث إن بيدور على بالأول إحنا بندور على المحصول لإن المحصول ده هو اللي هيحقق الرمق الدول كلها بدور على المحصول حققنا المحصول بندور بعد كده على الجودة والتميز فيه أسرة حضرتك يمكن إحنا دي أسرة حضرتك دي أولادي دلوقتي ما في قول الصيدالة أحنا دوا ألاء ماشاء الله الحقيقة تعبوا معاك بردلوقت تعبوا جاني جدا معايا بس ليهم يعني ليهم الشرف والفقر أنهم حضرتك تكون ولدهم يعني أنا فضلت عقد قراني فترة طويلة وسفرت الفلبين وبعد الدكتوراه تزوجت فيها وطلعا كانت قبل زوجتي وقبل ما تزوج كان والدتي وأسرتي كلها وقفت معايا بس حضرتك يعني النجاح حلو ويعني حاجة بتخلي حضرتك كله يهوم بقى يعني التعب كله أما حاجة في الأول وفي الأخر بلدنا بالضبط لأنني أنا سنتك تعرض علي مناصب بره كتير جدا وإن أنا نمسي الضرامج واتحقق حاجات مالية مبهرة جدا وضخمة لكن أنا رفضت كل العروض علشان خطر وطن بلدي أنا عيشت حياتي فعلا في المزرعة طول حياتي من أول تانية كلية لحد هذا السن لحد حتى أنا دلوقتي سنتك تعديت السن ولكن ما زلت في الحق زي مع الشباب مع الفريق مع الفريق اللي هو بنشابر لأنه مش من سهل أنه يكون النوعية من الشباب اللي تقدر تسابر وتجاهد وتحقق الإنجاز للبلد إلا إذا كانت نصيقنا بإرسالة وإذا كانت آرية لأنه سنتك لابد العلم ما هوش سهل قبل الشباب دلوقتي إيه يا دكتور؟ ما بقوله سنتك الإراية والعلم والاطلاع وتشوف العلم بيحقق إيه وتشوف بره الشغل وتشوف البحوث أنا سنتك أنا اشترت في أكثر من مئة بحث أنا في طلال السنوات اللي فاتت ديت بس من أول 2018 لحد دلوقتي نشرت بحثين لهم من بكت فكتور عالي رسائل علمية أشرفت على طلبة حضرتك يعني لو إنا برضو يمكن علشان نذكر كلام حضرتك بتأكيد بيتمثل الإنتاج العلمي للدكتور حمدي في استنباط مجموعة من المبتكرات الصنفية من سلالات وأصناف هجن حدثة طفرة في الإنتاجية وجودة المحصول حضرتك قمت بنشر ما يزيد عن مئة بحث علمي في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة ذات التأثير العالي حضرتك صاحب مدرسة علمية متميزة قام بالإشراف والمنقشة والتحكيم لأكتر من 30 رسالة ماجستير ودكتوراه لطلاب الجماعات والمعاهد والمراكز البحثية عضو لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بمركز البحوث الزراعي دكتور حمدي المكانة العلمية للباحث المفروض أنه يشهد لها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة وإحنا بصدد هذه التكنولوجيا الحديثة والإداعات التكنولوجية ما أصمرته من أرز غير تقليدي اللي هو السوبر والهاجين والباسماتي حضرتك رئيس المشروع القومي لتطويل الأرز الهاجين والسوبر تحت ظروف نظرة المياه وتغيرات المناخية بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة الزراع إيه هي الأصناف الجديدة اللي حضرتك قلت عليها والإتجاه أول نقدر نقول إيه هو الإتجاه الحالي بقى هو الحقيقة سأوسع في الانتاجية سأوسع في الانتاجية ده مش قادرين نخترق لأن استخدمنا المعاملات الموصلة البحوث تطورت بذلنا كل اللي عاد لنا مش قادرين نخترق الأربعة عاوزين نخترق الإمكانية في التحسين تصل في الرض لأكثر من 30% حاجتين رض الهاجين الصن سبقتنا حققت انتاجية طن وطن ونص زيادة عالية يعني بتوصل لحوالي 25% لتلاتين في المية زيادة في المحصول إحنا طبقنا أنا قلت لستك في 2004 2005 سجلنا أول صنف هاجين هاجين مصر واحد في مصر سنة 2005 لكن ما اكتفناش بكده إحنا دلوقتي قدامنا طموحات تانية تغيير التركيبة النباتية تغيير التركيبة النباتية دي هتقدي إن هي التركيبة التي تتواءم مع البيئة مع الظروف البقية السيئة مع نضرة المية تعرفوا مشكلة المية بنتكلم دلوقتي على محصول رز بيقدر يوظف المية توظيف أحسن من الأصناف الجفة زي الضراء زي كذا الاستفادة منه كمحصول أكتر من المحصول الجفة يعني دلوقتي بقى أنها نوع محصول مع نضرة المية المحصول اللي موجود اللي هو موجود عندنا دلوقتي إحنا بنحاول نصل لرز التقليدي مية وعشرين حباية مية وخمسين حباية لكن لما نوصل لرز يعني فيه خمسمة حباية وعاوزين بعد كده الرشد ونوصل لأصناف صوبر بتتميد إن التركيبة النباتية بتاعتها على شكل معين شكل حرف بيه البناء الضوئي تستغل الضوء تستغل الإمكانيات اللي موجودة كمان ما تبقاش في ظروف الغم يعني كل ظروف الطبيعية وكل ظروف المحيطة الرز معروف إنه ما بزرع غمر لأ أنا هزرع نصف مغمور يعني هروي على مراحل الرز صوبر بيستحمل الري على ثمانة أيام فيه اختلاف في الطعم فيه اختلاقة في الطعم لأ أنا بحافظ في ظل هذه المنظومة بشتغل وأنا دارس الحاجات اللي هدخلها الجينات اللي أنا بدخلها مش خاصة بالطعم الطعم بتاعي بحافظ عليه الكواليتي بحافظ عليه علشان الناس ما طبعا لإني أنا مش هقدر أغير لإني الفلاح نفسه بيقبل على الحاجة المرغوبة لكن دلوقتي بقى فيه إقبال يعني إحنا طلعنا صمف مثلا من الأصناف اللي طلعناها سخة صوبر 300 فيه أصناف طلعة ثانية من أصناف الصوبر أكتر من صنف صوبر طلعنا سلالات عقم اللي هي البيت جي 38 ده علشان ننتج صوبر هاجين بيوصل لستة طنة علشان نكسر القاعدة بتاعة المحصول ونوصل لمحصول عالي ونقلل المساحة المزروعة من الرز ونستفيد من محاصيل الثانية خلينا أسأل حضرتك سؤال هل السعر بيختلف؟ طبعا لأن ده أكيد هيكون طبعا تفاكر ساتك 2018 لما حصل عندنا قزمة لما قللنا المساحة في الرز استوردنا رز من اللين سعر غير يختفى عن سعر طبعا الرز اللي استوردناه ما كانش على نفس مستوى الرز المصري فما كانش فيه قابلية وكان في الناس على فكرة شككت في نوعياته وقالوا رز البلاستيك ورز كذا والشائعات الممتاشرة طبعا ما فيش حاجة اسمها رز بلاستيك ولا حاجة لكن سيادتك الكواليتي أو الجودة بتاعة هذه الأصناف تختلف تماما عن الرز المصري ولذلك إحنا بقى دخلين في مرحلة تانية إحنا عاوزين إحنا طلعنا أول ثلاث أصناف وهجن بسمتي إن شاء الله دخلين في استغلالها لأن إحنا بنستورد بمئة وخمسين لمئتين مليون دولار على الأقل رز بسمتي عشان يغطي المناسبات إحنا نقدر نصرع هنا رز الرسم إحنا هنا بنقدر نزرع رز الرسم إحنا أنتجنا رز بسمتي مصري من أصول هندية أو باتستانية بنفس الكفاءة بنفس الجودة بنفس الطعام الأكتر منه إنه المحصول بتاعه يزيد عن ضعف الموجود في الهند أو باتستانية طب زراعة الرز البسمتي أسهل أم زراعة الرز المصري؟ كل الأصناف بتزرع بطريقة بتزرع بطريقة أستاذ حمدي شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات الإرشادية ترقص العديد من المشروعات البحثية التطدقية المحلية والدولية وقام بتأسيس برنامج تربية وإنتاج تقاوي الأرز الهجين في مصر العالم والباحث المتميز الأستاذ الدكتور حمدي فتوح الموافي اعتماد الفلاح الزراعي على البحث والتطوير وأهم هذه الأبحاث الجديدة والتوجهات الجديدة ومستحدثات التكنولوجيا في مجال تربية الأرز وأيضا عضو الهيئات الدولية المشاركة في تقطيط الأرز عالميا وفي تحديات قبلت حضرتك يعني وجهة هذه المحاصيل الحقلة أهم هذه التحديات التحديات بتيجي مفروض أن الوسط العلمي كله بيتوائم كله بيقف مع بعضه تعاون مع بعضه تعاون بين مؤسسات العلمية سواء الجامعة أو المراكز البحثية أو كل اللي بيشتغلوا في مجال العلم ودي اللي نجح قبل كده لما فيه تعاون من خلال الحاملات القومية تامة بين الجامعات وبين المراكز البحثية حصل طفرة في إنتاجية المحاصيل الحقلية في مصر وتخطن مجاعة كانت ممكن تحصل في البلد الحقيقة التعاون بين معتش العلم الأكاديمي فقط فقط وما فيش ولابد من الإطلاع ومواكبة ما يحدث في العالم اللي بيحصل في العالم إحنا إذا ما كناش بنواكبه هنتأخر طبعا وهيحصل حاجات كتيرة جدا طبعا وخصة للعلم السريع وداخل المؤسسات العلمية عدم التجزئة لابد أن يكون فيه تكاتف بين الباحثين مخصوصا الشباب الشباب الباحثين اللي هم أمل مصر واللي مفروض يستقي العلم من أسادته ويحاول يواتب الأستاذه ويتفوق عليه ويحس أن العلم ده جزء من حياته ويكون حابب ويكون حابب لأن العلم ده إحساس والتربية فن التربية تربية الأصناق والوصول إلى التصنيفات المتميزة فن يتميز بقى علماء متميزين وقلة في العالم إذن العملية دكتور مش عملية دراسية بحتة أو أني أنا أكون عايز أدرس وعايز أخذ شهادة فقط حاضرتك بوطح جدا جدا من كلامك أنك حابب هذا النوع من الدراسة وتفانيت فيه بشكل كبير جدا نابع من جواك هو إذا كان الحب بيتبعه تضحية في حاجات كتيرة حاضرتك ضحيت بشكل كبير واضح لكن التضحية من أجل وطن يأكل ويعيش حر وخاصة حاجة أساسية في حياة الموت أنا قلت لستك أنا عشت من وانا طالب لحد دلوقتي مش فاكر السنين مرت أكتر من خمسة وتلاتين ستة وتلاتين أربعين سنة عشت في هذا المحراب لم يشغلني أي شيء عنه إلا حبي لأسرتي وأولادي إنهم يشاركوني يشاركوني هذه الحياة اللي أنا بجبرهم على أنهم يشاركوني فيها خلينا نقول العالم والمبتكر البحث المتميز دكتور حمدي الموافر رئيس بحوث معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورئيس البرنامج القومي بدأنا بقى رحلتنا ومشوار حياتنا نتكلم بقى عن التكريم ونتكلم على الجوائز بحصولك على تكريم من وزارة الزراعة ومركز البحوث في عام 2004 كأفضل باحث أرز متميز الفوز بأكثر من جائزة في معرض القاهرة بنبتكره للإنجازات البحثية وتحقيق التقدم وزيادة الدخل الزراعي خلينا ناخد فوصل ونرجع نقول تأثير هذا التمييز في بداية الرحلة وواقع الفوز بقى على حياة حضرة خلينا ناخد فوصل ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفخر انها حضرتك افنيت حياتك والدولة بتكرمك تأثير هذا التمييز كانت ايه في بداية الرحلة وواقع الجوائز على حياتك كان شكلها ايه؟ السادتك الجلزة الكبيرة زي ما قلت لسادتك اولا واخيرا ان انا اشوف الحاجات المتميزة ديات عند المزارع على ارض الواقع وشوف تأثيرها على الدخل القومي اما شوف حاجة زي ديات بتتحقق كل شيء يهوني بيهون صحيح يعني التكريم على فكرة يعني ما شفت علماء زي هو متى السنة اللي فاتت اللي هو العالم الصيني ده عابلته اكثر من مرة وشفت دكتور ايكهاشي في اليابان ده مبتكر حاجة شفت ازاي هما بيحتفوا بالعلماء وبيكرموهم وبيدوهم النموذج اللي هما بيعتبرون قدوة المجتمع لان اصلا الاصر بتاعهم المتميز الدكتور يوان لونج بنج اصر كبير جدا في العالم كله وصمعته عالمية كان عندنا برضو نفس الحكاية اساس ذاتنا المصريين ما يقولوش دكتور محمد سيد البلال زملائي من العاملين في مركز البحث والتدريب في الرز اللي هما كانوا من الرعيل الاول كلهم بدون ذكرى اسماء كل واحد لعب دور وان اختلف هذا الدور النفسي اشوفه النهاردة في الشباب وانا معايا مجنوعة من الشباب منهم المتميزين ولذلك مش بالكترة لكن بالنوعية وبالفهم وبالابداع لان هذا العمل يحتاج ابداع الابداع فيه فن فني انا ساعت كان الواحد كان بيغوى كتابة الشعر بيكتب الشعر وكانت طريقي كان هيختلف لكن مع الحاح والدي الله يرحمه ان انا في هذا المجال ان انا دخلت في مجال الزراعة حبيت الزراعة وغيرت حياتي وحست ان هي الفن وعملة زي المحراب اللي الواحد وحست ان انا منعزل عن العالم العالم كله عيش عالم خيالي جميل جدا بس سعيبه ان انا كان نفسي ان الحوالية يقدر يفهم ان انا ما بأزغوش فانك بتفتي نفسك ونفسي يعني ايدي ممدودة للكل ان هما يتعلموا ويتعاونوا كنتش بدور على ماديات قد ما بدور على ان النجاح وان ما بقاش فيه اي حاجة الا لصالح بلدنا لو احنا فعلا اشتغلنا بروح الفريق اشتغلنا بروح وحدة وبحب حب اللي بيستعد حب اللي احنا تعودنا عليه احنا تربنا فعلا على الحب تربنا على الحب والقيم والاخلاقيات والامانة لان الشغل ده بيعتمد على الامانة العلمية الامانة الاخلاقية والعلم له دور كبير جدا طبعا بنضيف طبعا لتكريمات حضرتك العظيمة تكريم اسرة البرنامج لما قدمتموه وبتقدم ومازلت حضرتك بتقدموه في سبيل هذا الوطن كل الشكر والتحية والتقدير وحاجة بسيطة جدا بنقدمها من البرنامج يعني كتذكار بسيط مننا لحضرتك يتمنى ان احنا حضرتك تقبلوه فضل ده علم مصر علم مصر ويعني زي ويعني ده من خلال كلامي مع حضرتك عرفت قد ايه حضرتك بتحب البلد دي وافنيت حياتك كلها علشان حب البلد حضرتك علشان خاطر بلدي وانا سعيد جدا ان يكون برنامج بيهتم بالعلم في مصر وبالعلماء وبيحتفي بيهم حتى لو كان الاحتفاء بسيط لكن معناه كبير جدا ولما الناس تتفرق على فكرة انا ظهرت بتلفزيونات كتيرا برا ما ظهرتش هنا لكن اما بشوف بلدي بحس بالفخر بلدي وان شاء الله بلدي بكرة تبقى حلوة وجميلة ومحصولها كتير ووفير وكلنا فيها قلبا وقالبا استاذ الدكتور حمدي فتوح الموافر رئيس بحوث معهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية ورئيس البرنامج القومي للأرز وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لبحوث الأرز بالمناطق المعتدلة شرفتنا ونورتنا بنشكرك بالنيابة عن كل ما حضرتك قدمته وتعب وجهد كل الشكر والتحية والتقدير كريم جدا شكرك أيضا بشكر كل مشاهدين برنامج علماء من بلدي بشكركم وإلى اللقاء رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي بالباية الله يا خلي خلي كل معدد زيادة فيها إنك فيها نية صفية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تدفت فيها سنة سنة تهيلة العزرية في مصر ونفعها طبليا في مصر مولد السيدة والذكر والهيصار وربعيتين بركة بسيدة نفيزة المشي على الكرنيش والبركة في لهم تعيش برح بلد وللد حنم فيها حاجة حلوة حاجة حلوة لنا اشتركوا في القناة